قبل مشاهدة الفيديو يرجى الضغط على الزر سوبسكرايب و الزر الجرس ولا تنسى لايك للفيديو السلام عليكم مرحبا بكم كاملين مرحبا بالأصدقاء نسلكي سابعون أفساد تقنية في الفيديو الجديد فيديو ليو ما أحببت أن أتشير إلى موضوع مهم أصدقائي الكرام ومهم للغاية عندما باحت في المحتوى العربي عليه في يوتيوب لم أجد ولا شخص أتكلم عنه حتى الذين قالوا على أنهم خبراء أمنيين وواواواواواواوا يعني لم يتكلموا عن هذا الموضوع ولكن لأني توصلت به فيجب علي أن أتكلم وأوجه كذلك الأشخاص الذين سيتوصلون به هذا النوع من الرسائل أو رسائل مشابهة يعني في المستقبل يجب أن نفهم شيء أصدقائي الكرام وهو أن مبدأ الفضيحة يختلف يعني هناك لك فضيحة مصنوعة تم صناعتها يدويا أي أنني قمت ببيع أعراضي لشخص استطاع أن يسلبها مني استطاع أن يصل إليها بشتى الطرق عبر الويب كام يعني وذلك بتحريك المشاعر الداخلية وكذلك زعزعت ما يستلح عنه يعني بالشهوات إذن هذه المسألة كتكون إيرادية يعني أنا أعطيت رأسي يعني وهذه طبيعة الحررة من أخطر الحويج اللي كنقوله أودي وقفه من هدش أرى هذه أخطر حاجة ممكن توقع لأي واحد فينا ردوا البال من هدش شو واحد غيجي بتزني رد البال منه شو واحد غيستخدمني شي كلمات باش يحركني ردوا البال منه والله يرضي عليكم وتنقول وهو تنكرروا رأكلنا معرضين ولكن رأى المجتمع رأى ما تيرحمش رأى ما غديش يقول لك وراك أنت ضحية مع العلم أنه وراه بينش كون الضحية وبينش كون المدنب المدنب رأى خليناه فار ما معرفو حد والضحية رأى كل شي عارفو لذلك الانتباه واجب وكنت من المجتمع دي أنا أنا ويكون مجتمع متفاهم مجتمع دائما يعترف لأنه ويقضيك شي اللي يحصل صاحبي وخوي واختي وعمتي وما إلا غير ذلك من الناس اللي كين ينفيد الحياة رأى يقدروا وقع لي حتى أنا ونشوف رأى الصيف بلاسة ذاك الانسان قبل كل شي لأن الوقت رأى كدور ودير رأى لا يموت رأى كيف ما ببارتاجيت فيديو ديال واحد باش نقول لنا شوفوا فضيحات فلان شوفوا شنو كيدير اللهم إنا هذا المنكر رأى تار برا يقدر يفضحني كثير من هذا الانسان وما يقدرش يعطيني ذاك الشي اللي غير يعطي الانسان اللي أعلن على توبة نصوح وكان إنسان واقع في الحياة دياله وعاش واحد الحياة اللي يزونها إذا انت يا اللي خاسر فلافر كاملة ردوا البال صيرتو الشباب درالي الصغار اللي كتخدمو في ليجروب اللي كتقاو غير تبارتاجو ردوا البال راهية غدي يجيب لك تفاعل ولكن تفاعل راكي ساوي دمب وكل دمب عند الله غدي تخلصوا يلا الإخوان عندو زوكو فيما قلت لكم المسألة المهمة اللي طرقت لها أنا في هذا الفيديو هذا وهي أني توصلت واحدة رسالة مستعجلة قالك هام يعني أمبورتونت يعني قالك السيدي أنه شخص هنحاول نقرأ عليكم نص الرسالة نفس الموضوع اللي قيته في جوجل يعني كيت تعاود بزاف المرات حتى في الرابور أو الرابورت يعني بزاف ديالناس شوفوا لاحظوا غال اليومة يعني مضرف من تسعة وتسوايا حتى الدابة يعني أنا غنحاول نشوف حتى الستاشرة ثانية آخر ستاشرة ثانية هي جات واحد الريكلاماسيونة ورجى واحد الرابورت يعني من عندو واحد الشخص ليتعرض كذلك نفس المسألة ليتعرضت لها أنا البارح في الصباح يعني شوفوا الرسائل يعني كل واحد يشنو كي يقول ليه كليك يقوليني ستلي مئتين آآ بيتكوين دولار كليك يقول لي هانتا آآ رارد البال نقدرون نشد راشدينك واحد الفيديو رادخلنا لك الغالوري ديالك القيناة دي فيديو اللي هما خيبين يعني الطرق البتزاز أصدقائي الكرام يعني تختلف ولكن رالغاية هي وحدة هي أنهم يعمروا الحقائب ديالبيتكوين ومع العلم أنهم اللي كتدخل كتشوف دوك يعني دوك اللي كود لكي يستفتوا كتلقى أن الحقيبة فيها الزربيتكوين يعني السيد ما جمع والو يعني الطريقة هي بطريقة بداية ولا تمكنه من ربح البيتكوين إذا لاحظوا معي ففي الرسالة التي توصلتوا بها وهي أنه أسهل لي بريد الإلكتروني يعني أرسل لي بريد الإلكتروني شدتني القشعريرات تقدر توصل بالمود باس الرقم السري يعني أقدر يستفتلك المود باس أقول لك ها أنت هالرقم السري ديالك يقدر لك ويحصل عليه من شي قائمة باردية ولا يقدرون حصل عليه مثلا من شي موقع تجلت فيه ويقدر يكون مطابق البارد الإلكتروني ديالك المهم الأسباب تتعب هنا قلت لك السيدي لدغنية فوة كيفوزا في فيزيتي أن سيت طنطن يعني السيت اللي على بالكم اللي عنده علاقة بالمراهقين وراكم عارفة البلان الإخوان قلت لك فوزا في تلشارجة أنستالي لفيروس جي ديفلوبي يعني قلت لك راو راب حلقتي تلشارجة لك واحدة برماجية ليه خبيتة في جهازك ما حددش نوع الجهاز واش كومبيوتر واش تليفون واش يعني هناكس كأخي الكريمة أختي الكريمة تكونوا ذكيين يعني من ينقرأ هذا الميساج هدي ماشي من الوهل اللي وليش دني الرعب هو حقا ينسى نقدر يشد الرعب لأنه وغادي تنوق أقول لك وأنا آه ديجا دخلت لهذا السيت واقع لذلك الشهر اللي فاس آه دخلت له وقال شي شهرين نريه خليت الكاميرا مطلوقة نريه نريه مهمتي الله 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 يعني كي يجي هاد الهوس كي يجي هاد وسواس يعني كي يجي بحال هاد المسائل أي واحد بدون سيتنا يعني من جيوش نتحكو على ريوسنا ويجي يقول لي يا أنا شخصنا ضيف وهذاك اللي كيشوف ذاك شي واش شخص ما كيسو شخصنا نعذره على ذاك الشخص وتعالنا نشوفوا ريوسنا الماضي دياننا شنو ندرنا في الانسان معمرهم يبقى يحكم على الناس باللسان المهم دائما كيبقى كيف ما قلت لكم هاجس النية أنه كنقول يمكن خليت الكاميرا ديك ساعمت لوقع إذا راهم كنت تصورت بالبيسي ولا بتليفون ولا المهم يدي السيد را عنده علاقة بهذاك الموضوع ما كينش تخرشيش كي يقول لك السيدي أنه وقصفت لك واحد لا فيديو وقال لك بالفورما ديال بوام ام بيكات هاد الفورما كتلقاها بتحت الم المسمى ديال البريد الإلكتروني يعني اللي تصفت لك يعني قال لك السيدي لا بيتي يمسح لك اللي فيه شي وبغيتي أنه يسترع لك وبحالة موقعه ولو غازك تصفت لي قال لك في حلول 72 ساعة تصفت لي واحد الفين دولار في البيتكوين يعني الفين دولار غتحولها لعملها الرقمية بيتكوين وغتصفت علي التالة معرفتيش كيفاش تخدم بالبيتوين هو عاطيك كيفاش تدخل لجوجل كيفاش تدير هاوتو تاتاتات باش أنك تتحول من الدولار لبيتكوين يعني مبسط لك كل شي باش هو يعم أمر الحقيقة ديالون عم السيدي بالتهديد والمسائل يعني وهذا الشخص هذا ممكن أنا كتابعه قضائيا وممكن قاع الناس اللي توصلوا بنفس الرسالة را ممكن أنهم يتابعوه قضائيا وخذ كل ما كتعرفوش لذلك هاد الشي غير قانوني يعني الناس اللي كي يقوموا بهذا الأفعال باش أنهم ياخدوا الفلوس غير قانوني را إلا مشات التشد فيها را ما 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 غير قلع عليه حدا المواهم كيف ما قلت لكم هنا قال لك سيدي دن 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 قال لك من هاتين وثنين 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 ساعة ما قلتك تخوي به ولأخوتي به قفرتها قد يمشي قل يسلف لك ذلك الش الخوز والأصحاب كعائلتك كذا وقد يضمر لك حياتك بهذا المنتهل قد ينضمر لك حيات وامقتابعك حتى نضمر لك حياتك إذن هاد الشي لدينا الأخوة الإنسان دائما يكون واعي هاد المسائل لنا ورا كيت تتعتبرو ديس كام را ما هي شي ليس حاجة صريحة ليس حاجة واقعية كيف ما ورعتكم هنا يا قانتوا ما شوفوا شحال البلاغات او شحال ليس حاجة الصفحات وغليوا ما شوفوا شحال ليس ميتوك 17 عشرين هاتش يعني كيتم الإبلاغ به البيتكوين مباشرة يعني كيتم طولهم ذاك الكود مباشرة كي حاولوا انهم يعلموهم او ديت السيد راه باغي شي حاجة او باغي يستغلن في شي حاجة حاولوا وانا كنت بلوكي وديروا شي سابب هالشي اللي كانت منها والإخوان كانت منها مصادق القلب اني كنتوا وفقت في الحلقة وفي الفيديو وعطيتكم الإفادة الانسان اللي وصلوا بحل رسائل ما تجاوبش عليها خليها في سبام ولا بلوكيها ولا اعلم بيها المهم خليها تبقى اه سيحة وما تجاوبش مولا الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة